في هذه الأيام أبو نحن نحتفل في عيد الميلاد سواء التقويم الغربي أولا أو التقويم الشرقي لكن فكرة الميلاد عم بتجيب دائما بهجة فرح يعني بتذكر لما كنت كمان في سوريا أول يوم احتفلنا مع الأطفال كان حوالي 300 طفل وتشوف فعلا يسوع من خلال وجوه الأطفال يعني رغم الحرب والدمار والظروف الصعبة الكهرباء مقطوعة والمي مقطوعة والنت مقطوع يعني والبرد قارس جدا لكن فيه فرح فيه بهجة فيه نصرة هيك إحساس حسيته على وجوه الناس هاي الظروف ما تغيرت يعني لما ولد يسوع المسيح كان في أيام هيرودوس الملك اللي حاول قتل المسيح لكن بمعجزة ملاك ظهر للقديس يوسف والقديسة مريم وطلب منهم أن يروحوا لمصر لكن برضو ما خل الموضوع من الدم فيه أطفال أبرياء قتلوا وكان فيه حكم رماني رماني يعني الظروف ما تغيرت يعني المولود إحنا بنحكي على الملك يعني شو يعني اللي ممكن نحكي عن ولادة المسيح الملك في هذه الأيام هو طبعا عدونا هو الإرهاب مش أي شخص أو دين أو أي حاجة هو الفكر الإرهابي والفكر ده هوت هو كان موجود من ساعة هيرودوس نعم هو هيرودوس نفسه وكون أنه هو يقتل ألاف من الأطفال علشان ما بقاش منهم الملك ده هوت اللي هو يتكلموا عنه المجوس لأن هم قالوا نوائز مجوس من المشر قد جاءوا له شريم قائلين أين هو المولود ملك اليهود يعني رب المجد أخذ اللقب ده هوت ملك اليهود من خلال المجوس اللي هم طلبوا عليه فطبعا كون أنه هيرودوس يقوم بالعملية الإرهابية الكبيرة دي هي ويقتل يعني ألاف من الأطفال ومع ذلك ولد رب المجد يا سوا وزي محدثك قلت أنه هو عن طريقة معجزية وظهورات ملائكية هربت العائلة المقدسة إلى مصر وقعدوا هناك إلى انتهى الوقت اللي هو بتاع الاضطهاد فعشان كده هوت مش ممكن أن احنا أي حاجة يعني تاخد من أبهاج ميلاد الرب يسوع في هذه الأوقات يعني دايما يعني حتى وقت ميلاد رب المجد يسوع نفسه كان فيه عمليات إرهابية ومع ذلك كانت فيه ظهورات ملائكية وترانيم وتسبيح والمجد لله في العالي وعلى أرض السلام وبالناس المصرة فكان فيه سرور فمش ممكن أن احنا نخلي عدو الخير ينزع من قلوبنا هذه الفرح لأن ميلاد رب المجد يسوع زي ما أنت تكرمت وقلت كده هوت بيجيب البسمة وخصوصا على الأطفال يعني الأطفال يحسوا كده أنه هو بيبي وتولد والأطفال يحبوا حتى الأطفال الأصغر منهم تلاقيهم كده هوت يعني حتى لوحد عنده خمس ست سنين لو شاف طفل عنده سنة أو سنتين تلاقيه فرحان به ويجيب كده هوت يعني يحب يلعبه مع بعض فلا شك أنه هو الكريسمس اللي هو عيد ميلاد رب المجد يسوع هيفضل أنه هو يجيب لنا فرحة ويجيب سلام وعلى الأرض السلام يا رب ديات صلواتنا كلنا أنه هو في هذا الوقت أنه هو صحى هو ملك وهو عظيم وهو قدوس وهو المخلص وهو صلب على الصليب لكن في نفس الوقت هو جاء في شكل توضعنا وظهر وأخذ جسدنا والله الكامل أخذ جسد مثلنا وصار الإنسان الكامل أيضا وأتى بنا أتى إلى عالمنا ليأتينا بالفرحة والسلام موسيقى موسيقى